علمه ممكن يكون شريك أساسي في قطار التنمية اللي احنا دايماً بنتكلم عنه احنا دايماً كان عندنا أزمة كبيرة أزمة التعليم وأزمة الصحة وطبعاً التعليم هو بتهالي ده الأساس في كل شيء وعندنا نماذج ملهمة كتير في عدد كبير من الدول فإزاي حضركم ممكن تكونوا شريك أساسي وتكونوا فعلاً نقطة انطلاق لاقتصاد أو لوضع اجتماعي معين أو للبلد ككل وفي طريق نهضتها بشكل عام طبعاً زي ما حدك بتقول هو طبعاً التعليم هو يعني بنعتبره هو الركيزة الأساسية طبعاً تعليم مصحة لكن التعليم بيؤدي لأن حتى لو تمنا بالصحة والناس مش متعلمة برضو حيبقى عندنا لسا مشكلة موجودة ففيما يخص يعني دور الأكاديمية لدعم ريادة الأعمال هو طبعاً أجين ألايند مع توجه الدولة يعني متماشي مع توجهات الدولة لدعم ريادة الأعمال ورواد الأعمال يمكن أنا مثلاً بصفتي كعميد كلية الدراسات العليا في الإدارة عندي تخصص أحد تخصصات الماجستير مثلاً هي الانتربرنيرشيب أو ريادة الأعمال وعندي أحد تخصصات الدكتوراه برضو هي ريادة الأعمال ويمكن إحنا قبل عليهم شكله إزاي دكتور؟ قوي جداً طبعاً والحقيقة أنا ببقى سعيدة لأن يمكن إحنا كدراسات عليا الطلبة بتوعنا ماتور إناف يعني هما بيشتغلوا وبيدوروا على فرص تانية هي يعني إيه أصلاً يعني هو فيه اختلاط كبير جداً في مفهوم ريادة الأعمال من مفهوم الصناعات الصغيرة أو اللي هي هو مفهومين يعني المفاهيم دي شوية مختلطة عند الناس يعني دي كتير ناس بشوفها بتوصف ريادة الأعمال على أنها أو سمول وميديم انتر برايس هو أفر دور حاكتين توطلي مختلفين ريادة الأعمال هي يحنشئ مشروع جديد أو شركة جديدة يحطور مشروع أو شركة أو شركة أو رادي إجزيستنج يحيأخذ فكرة هاقتنس الفرصة أن أنا أخذ فكرة وأطورها وأعملها وهنا يجي دور طبعاً فكرة البحث العلمي وفكرة التعليم أو العلم إزاي نقدر نادي سابورت أنا يعني من مواصفات رواد الأعمال عموماً أن هو يكون إزاي ما بنقول موتيفيتد عنده حماس عنده باشن أو شغف بحيجة معينة دي مواصفات كلها قد تؤدي للنجاح بس لو توظفت صح لو ما توظفتش صح هي ممكن تكون مخطرة مش محسوب وهنا يجي دور العلم ودور البحث العلمي ويمكن الدولة يعني توجهها أنها تبقى مصر زي مركز إقليمي للشركات الناشئة وده بدأ فعلاً يحصل وتركيز الدولة بقى اهتمام قوي جداً بريات الأعمال لأن سيمبلي دي أحد أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة عندنا من ضمن الأهداف 17 هدف منهم 8 مشتركين مع رؤية مصر 20-30 من ضمن الأهداف الثمانية دول حنلاقي المعرفة والابتكار والبحث العلمي أحد الأهداف الأساسية أحد الركائز الأساسية ومن ضمن برضو الأهداف اقتصاد تنفسي يقدر أنه هو يعني اقتصاد تنفسي قوي ومتنوع أنه يبقى عندنا يمكن الفوكس أكتر أو المفهوم اللي مرتبط في دماغ الناس عن فكرة الانتربنيرشيب أو ريادة الأعمال تكنولوجي يعني أننا هعمل أو الرال موديلز أول حاجة بتظهر في دماغنا أول ما نتكلم عن ريادة أعمال طبعاً وتوجه مصر تمام وده حاجة كويسة جداً لكن أول أفكار أو أول أسماء من التكلم في رواد أعمال الناس تفكر في مين مثلاً تتكلم في مارك فيسبوك تتكلم على بيل جيتس تتكلم على أبل ما دي نمزج الأشهر والأغنى بالضبط جداً دي فعلاً كانت مشاريع أو دي فعلاً ستارتابس أو انتربنيرشيب وتحولت إلى شركات برأس مال ميليورز يعني وده توجه أو ده الرال موديل اللي دايماً لما بنيجي نقنع حد أنه هو يروح في اتجاه ريادة الأعمال بنحط قدامهم الرال موديلز ترجمة نانسي قنقر